بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم وزِدْ وَأَنْعِمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن إسلامنا إن ديننا يدعونا إلى أن نكون أصحاب قلوب سليمة طاهرة نظيفة أن نكون أصحاب قلوب محبة لبعضنا البعض ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان لكن هذه النظرات من بعض الناس لبعضهم الآخر تلك النظرة التي ربما تجعل هذا الإنسان في حالة أخرى هذه النظرة السلبية التي تسمى عندنا في مجتمعاتنا في ديننا بالحسد هذه النظرة وهذا الأمر يرفضه الإسلام تماماً بل إن مولانا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يقول الإمام الحسين بن الفضل عليه رضوان الله ورحماته ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة معظم الشرور والآثام وختمها بالحسد لنعلم أنه من أخس الطباع والأخلاق ولذلك يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله إن الحسد أول ذنب عصي الله جل وعلا به في الأرض وفي السماء ففي السماء حسد إبليس آدم عليه السلام فلم يسجد له بأمر مولانا سبحانه وتعالى ولم يمتثل أمر مولانا جل وعلا والحسد الذي كان في الأرض حسد قابيل هابيل فكانت أول جريمة قتل في الأرض أحبة الأكارم إن الحسد تمني زوال نعمة الغير يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين أي لا حسد محمود إذن هناك حسد محمود نعم وهي الغبطة ألا أتمنى زوال نعمة الغير وإنما أحب أن ينعم الله جل وعلا علي بمثل ما أنعم على فلان وفلان فلا أتمنى أن يزيل الله النعمة التي أنعم بها عليه هذه غبطة محمودة مشروعة قال نبينا لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس أين نحن من تعاليم ديننا ملئت المجتمعات بالحسد كيف نتخلص من هذا الخلق أحبة الأكارم لا بد أولا أن نملأ حياتنا بالحب لبعضنا البعض يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثانيا لنبتعد كل بعد عن البغضاء والعداوة والكراهية فهو علاج أو هذه الأمور علاج للحسد إن شاء الله سبحانه وتعالى للحاسد املأ قلبك بحب الناس املأ قلبك بحب مولانا جل وعلا ابتعد عن البغضاء والكراهية والعداوات قال نبينا دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وفي رواية وهي الحالقة انظر إلى تعبير سدن النبي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين هذه الأخلاق السيئة تذهب بالصلاة تذهب بالصيام تذهب بجميع العبادات إذن البعد عن البغضاء والكراهية إذن الرضا الرضا العلاج الناجع لكل حاسد ارض بما قسمه الله جل وعلا لك لا تنظر إلى من فضل عليك يقول ربنا سبحانه وتعالى وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ يقول ربنا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أحبة الأكارم لنرضى بما قسمه الله جل وعلا لنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يشفي أمراض القلوب يشفي كل حاسد انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم انظر إلى من هو أسفل منك لا تنظر إلى من فضل عليك في الرزق أو الصحة أو العلم أو العمل أو غير ذلك ثم إذا رأيت في نفسك شيئا قل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا رأيت في غيرك خيرا فبارك له وادع له بالبركة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله تعالى أن يحفظنا من الحسد والحاسدين وأن يجعلنا على الدوام في خير وأمن وسلم وسلام بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة